الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ابتداءا أن تتقدم لكافة فراد المجتمع بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات كما يطيب للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن تعلن عن مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه إذ تنفيذا لتوجيهات سموه الكريمة فقد أصدر مجلس الوزراء الموقر قرارا بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال الفترة المهلة الممنوحة والممتدة اعتبارا من الثامن عشر من شهر مايو والجاري ولمدة ثلاثة أشهر علما بأن المكرمة تتضمن الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة على المستفيد منها سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية كما أن توجيهات سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه والتي تضمنها قرار مجلس الوزراء الموقر لن تحول دون عودة المستفيد منها إلى الدولة ما تستوفى الشروط اللازمة لذلك إذ أن الاستفادة من مهلة المغادرة لن تأتي مقرونة بأي إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة من دخول الدولة مستقبلا هذا وسوف تعلن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلال مؤتمر صحفي عن كافة الإجراءات وقنوات تقديم طلبات الاستفادة من المهلة المقررة وإذ تحث الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كافة الفئات المشمولة بالمكرمة إلى أهمية التقدم للاستفادة من فترة المهلة الممنوحة حتى لا يخضعوا بعد الأجل المحدد إلى الأحكام النافذة لقانون دخول وإقامة الأجانب وما قد يترتب عليه من حرمانهم من دخول الدولة مستقبلا كما أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إذ تثمن استجابة المستفيدين من خدماتها للدعوة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية لاستخدام منصة خدماتها الذكية لإنجاز معاملات الجمهور والتي بلغت منذ إطلاق المبادرة ما يفوق المليون ونصف معاملة فإنها تحث أفراد المجتمع نحو الاستمرار في اعتماد منصة الخدمات الذكية كقناة رئيسية في إنجاز معاملاتهم وتؤكد في ذات الوقت التزامها نحو تطوير منظومة خدماتها بما يلبي متطلبات متلقي الخدمة دمتم في حفظ المولى حكومة وشعبا وأرضا